صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ تفاصيل حلقتنا خلونا نروح للندا ونتطمن منها بقى على آخر أخبار التقس والعملات ومعاك تفاصيل كتيرة كده يا لندا قول لنا بايه الجديد معاكين صباح الخير يا أحمد صباح الخير هدير الحقيقة يا أحمد احنا شفنا الفترة اللي فاتت ان كان فيه ارتفاعات في درجات الحرارة ولكن النهاردة البلاد بتشهد ارتفاع ملخوص في درجات الحرارة مبارح درجة الحرارة في القاهرة كانت 29 النهاردة بتسجل 33 33 يعني ربنا يرتفع جو وحر الصفح بنستعد بقى لسيوم طبعا خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي سعر البيع بيسجل 18.31 أما الشرق بيسجل 18.21 اليورو البيع بيسجل 20.27 أما الشرق بيسجل 20.16 الجنيه السليني البيع بيسجل 24.01 أما الشرق بيسجل 23.87 الفرانك السويسري البيع بيسجل 19.80 أما الشرق بيسجل 19.69 هنروح لليان الياباني البيع بيسجل 15.05 أما الشرق بيسجل 14.97 الريال السعودي سعر البيع بيسجل 4.88 أما الشرق بيسجل 4.85 الدنار الكويتي البيع بيسجل 60.34 أما الشرق بيسجل 59.86 الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 4.98 أما الشرق بيسجل 4.95 بالنسبة لأسعار الدهب مشاهدينا فعيار 18 سجل 840 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 980 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1120 وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7840 خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء والطقس هيكون حر على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والشمال الصيد كمان هيكون فيه أتربة عالقة في الجو على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وهيكون فيه كمان نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى غرب البلاد درجة الحرارة في القهرة النهاردة 33 وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 39 وأقل درجة حرارة هتكون في السان كاترين 28 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية